أرجو أن تنتبهوا للناس بتاعكم وأمنهم وسلمتهم الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة وأبداً أبداً لا تغمض عين لا تغمض عين ولا جفن اوقعوا اوقعوا وتتطمنوا وتقولوا لا لا ما فيش اطمئنان أبداً غير أن احنا دايماً عينينا منتبهين لكل حاجة ومعنا أبناء سينة أهلنا ينتبهوا معنا ما تسكتوش على حد لما ما قدرناش نعمل قبل كده في الفين وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة اتعامل لما سكتنا لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ايه ما تسكتش والنهاردة أنك تتعاون في أنك أنت تقول خلي بالكم الابننا ده متلغبط احنا مش حنضيعهم لا بالعكس حنحاول نشوف حل معه ونعالجه ونفهمه وكده لكن ما نسكتش أبداً على حاجة زي كده لأن زي ما انتم شفتوا كده احنا عدنا عشر سنين يعني مش عايزين ننسى مش عايزين ننسى الايام المقلمة اللي كانت بتمر علينا أنا عموماً ببقى شخص مبسوط جداً لما بشوف الناس اللي بحبها وصحابي وبقى مبسوط أكتر لما استضيف كاتب مهم صحفي مهم ومحلل سياسي عارف هو بيقول ايه وبيكتب ايه زي ضفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية منورنا أستاذ يوسف أهلاً عمل ايه كل تمام الحمد لله طيب أنا هبأ بأنه أنا قلت في المقدمة قبل ما ندخل الفقرة على طول ويمكن حتى قبل ما كنا ناخد الفاصل قلت ما يحدث في سينة أنا أظنه لازم نتناوله بزاويتين في زاوية هي التنمية والعمران وسينة وزاوية أخرى هي ظلال السياسة صح ولا أنا غلطان لا صح قيم اللي بيجرى في سينة بشكل عامسة وإذا كان بداية من الحرب على الإرهاب مروراً بكل ما شاهدناه وصادفناه وتألمنا منه وما قدمناه من تضحيات عموماً كوطن ذهاباً إلى القضاء على الإرهاب في سينة وصولاً إلى مشروع قومي ضخم عملاق في سينة ظل السياسي إيه؟ ظل السياسي فلسفة الحكم الخاصة بفخامة الرئيس عفتاح السياسي والاستراتيجية اللي هو حطيتها اللي بتتضمن مجموعة من الأهداف القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل اللي تحقيها في إطار تحقي تنمية البشر البشر هم الكور الفترة الرئيسة التانية الفخامة الرئيس عفتاح السياسي والاستراتيجية دي قامت على أنك أنت عندك تحديين رئيسيين التحديين الرئيسيين اللي كانوا قدام الدولة المصرية على طول بعد 2013 إنك دولة بلا مؤسسات يعني إحنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع الهواء إن إحنا أنت كنت دولة فولا حاجة ما فيش حاجة ما عندكش دولة ما عندكش مقاومات دولة ودي كانت فرصة لكل اللي كان عايز يلعب في دماغ الشباب في دماغ الناس إن هو يقدم أطرحات تطلقى والمد السوري اللي كان موجود في هذا التوقيت والسيولة السيولة الفكرية اللي كانت موجودة في هذا التوقيت ده نتج عنه فراغ في مؤسسات الدولة واستباحة مؤسسات الدولة وتفكيك مؤسسات الدولة ما عندكش دستور ما عندكش شرطة ما عندكش مؤسسات كتير اللي هي المفروض إن هي الأدوات الحملة للدولة المصرية فأنت كان الهم الرئيس عند فخامة رئيس عفر تحسيسي أول ما تولى الحكم إنك إذا زي تستعيد مؤسسات الدولة في المقام الأول وده يمكن تحقق سريعا بعد تولي رئاسة الجمهورية في 2014 إن أنت بقى عندك دولة بمؤسسات بتشتغل على الأرض ابتدت ترجع مؤسستك الأمنية جناح الأمن الداخلي الشرطة المدنية ابتدت تشتغل مع الجيش المصري على الأرض بالتعاون خلينا فاكرين المرحلة دي عشان المصرين يبقوا فاكرين إيه اللي حصل فينا بالزبط ده تاريخ مهم لازم نبقى فاكرين وفي نفس الوقت أنت ابتدت ترجع البرلمان ابتدت تستعيد فعالية المجتمع المدني بتاعك ابتدت تستنفر التقاط بتاعته ابتدت تحط الجميع أمام مسؤولياتهم وكان الأهم في الحقيقة في التوقيد برضو عشان المصرين يبقوا فاكرين العقد الاجتماعي اللي تأسس بينهم وبين فخامة رئيسة عفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسة لجمهورية مصر العربية أي نظام حكم بيجي في العالم بيبقى فيه عقد اجتماعي بين الحاكم وبين المحكمين العقد الاجتماعي اللي كان بين الشعب المصر وبين فخامة رئيسة عفتاح السيسي كان يقوم على أمرين الأمل والعمل احنا نقوم الصبح احنا عايزين نفتكر الأغنية بتاعت الحملة في 2014 احنا نقوم الصبح بدري نحلم ونبتدي نشتغل ونبتدي نشتغل في كل القطاعات وعلى كل الأرض المصرية عشان نقدر نحقق حلم بكرة كان في حلم كبير عند فخمة رئيسة الفتاح السيسي عايز يحققه كان قدامك تحديين كبار بعد الموضوع ده كله التحدي الأول يتعلق بالإرهاب وتحدي الآخر يتعلق بالتنمية الأولوية المين فيهم ده فرض على الدولة المصرية أولويات مختلفة ولازم نبقى حطين في اعتبرنا ولازم نبقى حطين في اعتبرنا بالزبط وكويس جد الإعلام المصري كان فيهم في هذه اللحظة لأن ده حلقة الواصل اللي كانت تستطيع أن تصل ما بين الفكر السياسي للنظام المصري وما بين المواطن عشان المواطن يقدر يستوي الحلقة دي كانت في هذا الوقت حتى دي اللحظة مشوشة لأن انت مكنش عندك حقيقات إعلامية ولا عندك أي مية ونظم الإعلام المصري ولا حتى كان عندك القدر العالي من الوعي اللي بقى متوفر عند الإعلامين المصريين والصحفين المصريين بعد استعادة فعالية هيئات الدولة الإعلامية في 2017 هنا انت بتديت تتحرك على مسارات مختلفة الحقيقة انت عايز تقول للناس إيه اللي بيحصل وانت عايز تقول للناس إيه التحديات والأولوات اللي كانت عند الدولة اشتركوا في القناة